عن برنامج مايكروسوفت تيمز برنامج مايكروسوفت تيمز فرق مايكروسوفت يعتبر مايكروسوفت تيمز منصة للتعاون والتواصل والفرق المهنية والمؤسسات ويتاح هذا التطبيق ضمن باقات الأعمال وباقات التعليم في مايكروسوفت وبإمكان الجميع إنشاء اجتماعات وفرق افتراضية ومشاركة الملفات من خلال هذا التطبيق إذن التطبيق تطبيق تفاعلي بحت يتم من خلاله عقد اجتماعات عمل فرق للتعاون مشاركة ملفات عمل مكتبات إلكترونية ممكن نستخدم التقويم نسوي تقويم بالأحداث أو الاجتماعات تظهر عن جميع المشاركين يوجد لهذا البرنامج خطط خاصة ليعمل بطريقة الفرق والاجتماعات ومع عدد ذلك يستطيع المستخدم استخدامه للمكالمات كيف يعني؟ يعني لابد الاشتراك لابد الاشتراك في خطط خاصة للحصول على مايكروسوفت تيمز وهي اللي يسمونها البزنس أو باقات الأعمال بزنس أو باقات الأعمال من خلالها بإمكانك أنك تدير الاجتماعات وتتفاعل مع المستخدمين مع عدد ذلك ممكن تستخدم البرنامج كبرنامج خاص بالمكالمات زي أي برنامج آخر خاص بالمكالمات مثل مثلا الفايبر أو سنابشات أو غيرها من البرامج اللي ممكن تتصل فيها بدون اتصال حاتفة طبعا مكالمات الصوت والفيديو عن طريق الانترنت طبعا من مميزات التطبيق مشاركة الشاشة مضمنة زي ما أنا الآن مسوي معكم في الزوم أنا مشارك معكم شاشة الكمبيوتر نفس الشيء ممكن أنك تفعل عن طريق تطبيق تيمز خلفيات مخصصة مضمنة يعني ممكن لو شغلت الكام يكون لك يعني ما يكون الخلفية اللي هي المنظر اللي خلفك ممكن تحط خلفية معينة وأيضا ممكن تستخدم برامج تطبيقات Microsoft Office بدون ما تشارك الشاشة يعني ممكن أنت تشغل Powerpoint أو تشغل ملف Word بدون ما تسوي مشاركة شاشة عصلا عن طريق نفس Microsoft Teams طبعا الاجتماعات المجدولة مضمنة ممكن من خلال التقويم أنك تسوي خطط اجتماعات متعددة بتواريخ معينة وتضع مشاركين توصل لهم رسالة عن طريق البريد فمن خلال الرسالة اللي بتوصل عن طريق البريد الإلكتروني رح يعرف كل شخص موعد الاجتماع بإذن الله عز وجل طبعا النقطة التالية اللي هي استضافة الاجتماعات عبر الإنترنت وعقد مؤتمرات فيديو لعدد يصل إلى 300 شخص تسجيل الاجتماعات نفس الطريق اللي نستخدمه الآن تسجيل اجتماعنا يمكنكم استضافة الأحداث عن طريق الإنترنت لعدد يصل إلى 10 هذه معلومة مهمة جدا لما أحد يسأل كم يستوعب أو كم تستوعب قاعة التيمز تقدر تجاوب علينا تستوعب إلى 10 ألاف شخص إلى 10 ألاف شخص فتيمز في ميزة أنه ممكن يستقبل عدد كبير جدا من المستخدمين في قاعة واحد طبعا التعامل مع التيمز الاجتماعات الفرق مشاركة الملفات ورح نستعرضها شوي عرض الملفات وتحريرها التصويت النماذج المهام والتقييمات طبعا تطبيق مايكروسوفت تيمز له طريقتين إما أنك تدخل الويب وتستخدمه إما أنك تدخل الويب وتستخدم مايكروسوفت تيمز بنفس التطبيقات اللي شرحناها اليومين الماضية تدخل على موقع أوفيس تسجل بحسابك تجد مايكروسوفت تيمز ضمن البرامج اللي موجودة في اشتراكك أو ممكن من خلال تحميل التطبيق على نظام التشغيل الموجود عندك سواء كنت تستخدم ويندوز أو تستخدم ماك أو اس أو تستخدم اللي هو أنظمة الآيفون أو الأندرويد أو أي نظام تشغيل يدعم المايكروسوفت أوفيس يمكن مايكروسوفت أوفيس يعني تيمز يمكن فيه عيب وحيد أنه يختلف إصداره من جهاز إلى جهاز فتجد أنه في الماك قد يواجه بعض المشاكل في تسجيل الصوت في الآيفون ممكن يوقف التحديث عليه الفترة في الأندرويد ممكن ما تشتغل الدردشة مثل ما حصل مع بعض الطلابنا وطالباتنا وما زال إلى الآن مستمر طبعاً المشكلة أن الدردشة ما تظهر لهم فمشكلة هي تعدد الإصدارات وتأخر التحديثات لذلك مايكروسوفت تيمز تضع خارطة للتحديثات ويشارك فيها مجموعة من الخبراء وما يعتمدون أي تحديث لين يعني يطرح فيه أراء كثيرة يسمونها مايكروسوفت تيمز بلانز اللي هي الخطط الخاصة بتحديث مايكروسوفت تيمز وهذا هو سبب تأخير التحديثات ورغم أن البرنامج خلال العام الماضي أصدر تحديثات كثيرة ومهمة جداً ومساعدة للطلاب والطالبات وأيضاً اللي يعملون في مجال الأعمال عن طريق استخدام أدوات مايكروسوفت طيب الآن نتجه لتطبيق مايكروسوفت أوفيس طبعاً أنا بوضح لكم معلومة مهمة بوضح لكم معلومة مهمة أن الآن أنا بشغلكم التطبيق عن طريق نظام الماك ومن خلال التطبيق اللي أمامكم طبعاً هو يمثل نفس الواجهة في ويندوز فسواء كان عندك تطبيق في نظام الماك أو في نظام ويندوز راح يمثل لك نفس الواجهة يمثل لك نفس الواجهة ترجمة نانسي قنقر طيب مثل ما نشوف الآن واجهة مايكروسوفت تيمز طبعاً نبدأ بأول أيقونة اللي هي أيقونة الملف الشخصي أيقونة الملف الشخصي طبعاً يظهر فيها حسابك وبياناتك والاسم طبعاً أنك أنت متصل الآن وتقدر تغير الحالة من خلال هذا المعرف اللي أمامك طبعاً عندك هذه تحفظ لك البيانات منيج أكاونت هذه مهمة جداً منيج أكاونت تتيح لنا إدارة الحساب كيف إننا مثلا نسجل دخول طبعاً ندير الحساب أو نسوي خروج طبعاً هذه بتحولنا على صفحة ميكروسوفت أوفيس مباشر وبتدخلك على معلوماتك الشخصية من خلالها بإمكانك إدارة معلوماتك الشخصية طبعاً نيجي للإعدادات العامة نيجي للإعدادات العامة مثل ما انتم شايفين عندي وضع الـ الـ الافتراضي وعندي dark اللي هو يعطيني theme أسود تقريباً وعندي high contrast اللي هو theme اللي فيه تباين عالي اللي عنده مثلاً مشكلة في النظر أو حاب أن يكون فيه تباين عالي في التطبيق بحي يستخدم هذا theme اللي موجود أمامه وفيه dark أنا يعني مستخدمين theme هذا اللي مريح للعين وفيه اللي هو default اللي هو اللون الأبيض الطبيعي طبعاً في عندك طريقتين لعرض اللي هو طريقتين لتصفح البرنامج إما عن طريق القواعم الذاتية أو اللي هو الشبكة فأنت تختار تختار التصميم المناسب لك اللي هي الاستخدام وتستخدمه بدون أي مشاكل طبعاً application خيارات التطبيق طبعاً لابد أن تسوي عادة تشغيل بعد ما تستخدم الخيارات التالية auto start application يعاني منها كثير من المستخدمين إنه كل ما شغل التطبيق على الجهاز التطبيق بيشتغل الحالة بمجرد أنك تشيل علامة الصح من أمام هذا الاختيار خلاص التطبيق ما رح يشتغل إلا لما أنت تختار أو تنقر نقرتين على التطبيق أو تختار تشغيل التطبيق إذن التطبيق ما رح يزعجك مع بداية تشغيل windows أو ماك إذا شدت هذا الخيار الخيار الثاني and close keep the application running يعني لما أنا أقفل بعلامة الإكس اللي موجودة أمامكم هنا أو عندكم في نظام الويندوز رح يبقى البرنامج يعمل في الخلفية فبإمكاني في هذا الوقت إني أنا أتصل أو عفواً بإمكاني أستقبل اتصالات أو رسائل والبرنامج يعمل في الخلفية إذن يغلق البرنامج بشكل ظاهر فقط لكن في خلفية الجهاز وأنا أشتغل البرنامج الشغال يستقبل مكالمات يستقبل تنبيهات الاجتماعات يستقبل الرسائل وغيرها من الخطط أو المواعيد اللي ممكن توصل لك disable GPU hardware acceleration requires restarting teams طبعاً الخيار هذا يطلب إنك تعيد تشغيل teams وهذا العبارة اللي مكتوبة هنا أنا الآن بسوي عليها سحب اليوم في برنامج المدرب إن شاء الله ففتحونا الدردشة الآن لو سمحتم ففتحونا الدردشة وأبغى شخص يقول لي ماذا تعني كلمة disable GPU hardware acceleration فتحونا الدردشة فتحونا الدردشة الأن مفتحونا الدردشة لأ أنا أقصد الخيار وش يسوي بالضبط؟ هو نعم هو شي له علاقة بكارت الشاشة لكن وش يسوي هذا الخيار بالضبط؟ أعطوني الإجابة واضحة على أساس أنه يعني أمس نطرنا نعطي البرنامج للشخصين عشان لحد يزال فاليوم ما بدأ ننزال لحد يعني إجابة شبه صحيحة شوي إلى الآن أقرب إجابة عن سعد خلك معانا يا سعد لأنك أقرب إجابة إلى الآن ما زال إلى الآن ما في إجابة واضحة شعي بيقول تسريع الجهاز برضو فارس غسان إجابة قريبة من الإجابة الصحيحة طيب فارس وسعد أنا بختاركم أنتم من الثنين إن شاء الله تدخلون الدورة القادمة مجانا بس رسلوا لي على التليقرام أعطوه هنا رابط التليقرام لو سمحتم رسلوا لي على التليقرام طبعا الإجابة الصحيحة هي تعطيل تسريع الجي بيو اللي هو كارت الشاشة في هذه الحالة بيصير ضغط على الجهاز عندك وهذه أحد مشاكل التيمز هو الضغط على الجهاز والحرارة التي ترتفع في الجهاز بسبب قوة استخدام البرنامج يعني شوفها الآن أنا الآن لأني استخدم الزوم وأستخدم التيمز فأجد أنه درجة حارة الجهاز عندي ترتفع نسبياً وممكن أسمع صوت المراوح بسبب تشغيل برنامج مثل التيمز ومثل الزوم في وقت واحد فبرامج الاجتماعات دائماً ثقيلة شوي على الجهاز فأنت لما تسوي disable جي بيو هاردوير هذا يخفض أداء واستهلاك معالج اللي هو كارت الشاشة اللي هو كارت الشاشة فراح يخفض عندك استخدام الجهاز هيخفض عندك استهلاك البطارية هيخفض عندك حرارة الجهاز لكن الأداء هيكون أقل بشوي الأداء هيكون أقل لكنه غير ملاحظ طبعاً فأنت حسب مواصفات جهازك عشان يكون صريحين مع بعض أكثر إذا كان عندك جهاز مواصفاته حلوة يعني ممكن نقول كور اي فايف وانت طالع مثلاً معانا جي بيو كويس خلاص لا تفعل الـ disable لأنه أنا مجرد أفعلها الآن حيتعطل عندي التسريع إذا كان جهازك مواصفاته عالي وكارت الشاشة عندك عالي ومرتفع فأنت تشيل الصح على أساس أنه يعطيك أعلى أداء تستمتع بأعلى أداء بدون أي تعليق بدون أي مشاكل وراح تستمتع بالتطبيق بإذن الله عز وجل طيب طبعاً هذا الخيار الأخير اللي هو التشخيص وتشخيص الاجتماعات وغيرها أتركها طبعاً من هنا راح نغير اللغة من هنا راح نغير اللغة لغات التطبيق طبعاً لو غيرت اللغة الآن راح يقفل البرنامج عشان كذا الآن ما راح أغيرها أنا حتى أبقى نفس ما هي عليه اللغة الإنجليزية في نفس الوقت خلينا أعطيكم بعض المصطلحات التقنية كذا باللغة الإنجليزية وحنا نشرح بإذن الله تعالى ديسبلي اللي هو العرض ديسبلي الخاص بالعرض توريستارت هولد داون كنترول عن تكليك تيمس آيكون طبعاً هذا خاص بالعرض طبعاً سكيجول اللي هو إغلاق جدولة إغلاق الأوفيس طيب الخصوصية طبعاً عندك اللي هو طبعاً أقدر أقول لك لكن من خلال هذه الإيقونة ماحد رح يزعجك ما رح تستقبل إلا من ناس معينين ما رح تستقبل إلا من ناس معينين فأنت بتبحث عن الاسم والرقم تعطيه صلاحية الوصول هتعطيه صلاحية الوصول فماحد رح يزعجك لو مؤسستك فيها ألف شخص بتضع قائمة معينة ما رح يتصل عليك إلا هذه القائمة فقط البقية كلهم يدرون يرسلون لك فيه الدردشة اللي شوي بنستعرضها مع بعض بإذن الله عز وجل إذن عند الخصوصية لما ندخل على هذا الخيار راح نستطيع من خلاله تحديد أشخاص معينين للتواصل بلوكت كونتاكتس اللي هم الأشخاص اللي تم حضرهم طبعاً أنا في مؤسستي لا يتم حضر للأشخاص نهائياً حلو في مؤسستي لا يتم حضر للأشخاص فحتى لو ضغط على ما حيطلع لي حاجة أصلاً فهي حسب المؤسسة إذا المؤسسة تسمح إذا المؤسسة تسمح إذا المؤسسة تسمح بالحضر تقدر تحضر أشخاص فيه إذا المؤسسة ما تسمح ما تقدر تحضر أي أحد طيب بس في معلومة مهمة لا بد أنكم تعرفون أنه Microsoft Office في موضوع التيمز في حاجة اسمها يعني مثلا لو قلنا الخاص بوزارة التربية والتعليم بيكون في الوزارة أو في إدارات التعليم فدائما في سوبرفايزر خاص باشتراكات التيمز واشتراكات البزنس في Microsoft نعم مسؤول النظام حسنت أعطونا رابط الحضور لللي طالبين الرابط في ناس كثير تطلب الرابط طيب فاللي صاير معنا الآن أنه في أي مؤسسة سواء أعمال أو تعليم أو غيرها بيكون في شخص مسؤول عن النظام يتحكم في بعض الصلاحيات يتحكم في بعض الصلاحيات اللي موجودة مثل تغيير الصورة زي مثلا أنا مؤسسة الآن ما تسمح بتغيير الصورة وفي نفس الوقت ما تسبح بحضر الأشخاص فكل مؤسسة لها شروط معينة يتم التحكم فيها من حساب الأدمن اللي هي الإشعارات طبعا في عندي أكثر من إشعار يخص البريد الإلكتروني وطريقة اللي هو التنبيه عرض مثلا هنا عم في لغة عربية في البرنامج في موجود اللغة العربية لكامل البرنامج فحيكون عندنا مجموعة من التنبيهات ممكن يطلع لي شوفوا أنا الآن حاط هنا عرض ليش؟ أحيانا لما أكون في اجتماع تجيني رسالة من شخص فأنا أحب أنها تظهر لي في مربع يعني اللي هي شو ميسج بري فيو بيطلع لي عرض كذا بسيط في زاوية الشاشة فهو ينفعني في موضوع أني أستقبل الرسائل بدون إزعاج أشوفها قدامي بدون إزعاج فلو لقيت رسالة عاجلة أو مهمة من خلالها أنا بإذن الله عز وجل أقدر أني أنا أرد عليها أو أتفاعل معاها بسرعة اللي يسألون عن التسجيل في البرنامج إذا سجلت في البرنامج هذا بإذن الله تعالى أنت تؤهل فيما بعد إلى برنامج مدرب مايكروسوفت ومدرب مايكروسوفت هذا ممكن يفتح لك مجالات كثيرة جدا سواء في الأعمال أو في التعليم واضح؟ بالنسبة للي يسألون عن موضوع التسجيل أو حتى بعضهم يسألون عن موضوع اعتماد البرنامج طبعا الشهادة الشهادة الأولى معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني والتقنيات والشهادة الأخرى اللي هي شهادة ميكروسوفت يوم الخميس بإذن الله عز وجل نعم إن شاء الله بإذن الله عز وجل تحصلون جميعا على شهادة معلم ميكروسوفت طبعا بشرط التسجيل في الرابط الشرط التسجيل في الرابط اللي موجود أمامكم طبعا التنبيهات شات المحادثات ميتينغز تنبيهات الاجتماعات تنبيهات الأشخاص ماذا يأتيك من التفاعل مع الأشخاص حاضر حاضر الآن الآن نشرح كل شيء إن شاء الله طيب أذر اللي هي الإشعارات الأخرى تشوف زي ما أنت شايف طبعا ما أدري يظهر عندكم الآن ولا لا هو طالب مني أسوي أكسس للكاميرا أول ما فتحت كلمة ديفايس طلب مني إنه يصل إلى الكاميرا الخاصة بالجهاز فأنا الآن بسوي له دونت ألو يعني أو عدم السماح فخلاص التيمز ما رح يقدر يوصل للكاميرا حتى لو بالخطأ فأول ما تحط ديفايس رح تظهر لك رسالة تنبيه هل تسمع للتيمز باستخدام الكاميرا؟ فهنا الإجابة ترجع لك هل أنت تريد فتح الكاميرا أو لا؟ إذا أنت حاب أنك مو حاب يعني تفتح الكاميرا نهائيا فخلاص تعطلها من هنا تعطلها من هنا نعم عادي التسديد بعد المرة طيب فهتعطلها من هنا من يوم تضغط على ديفايس رح يجيك طلب ترخيص طبعا الويندوز في طريقة والماك في طريقة للتعطيل وكلها عن طريق إعدادات نفس النظام إذا أنت والله خايف لا سمح الله أنه جهازك يتهكر أو مثلا شخص يدخل على الجهاز ويفتح الكاميرا بإمكانك تعطل الكاميرا نفسها من خلال إدارة الأجهزة في ويندوز طبعا الماك ما للا طريقة واحدة بس اللي هو يدخول على الإعدادات خلاص تقفل الخصوصية ما عدا حد يقدر يدخل واضح طيب إذن من هنا نختار الأجهزة نختار الأجهزة منها السماعات ومنها المايك المستخدم عندي ومنها الكاميرا المستخدمة وممكن نسوي اختبار بسيط للأدوات اللي نستخدمها هو بالأسف ما يطلع لأنه أنا يطلع عندي نافذة خارج هذا النافذة لكن إغلاق الكاميرا إغلاق الكاميرا الآن بوريك مبدئيا من وين تقفلها لكن لما يجيك الإشعار أنت تسوي عدم السماح وخلاص لكن أنا الآن بوريك مبدئيا كيف تقفله طيب إذن قلنا اللي هو الصوت والمايكروفون وتقدر تسوي تست له طبعا هنا تختار النغمة طبعا هنا حاطنا لأني ما برح يزعجني بنغمة الاتصال فأنت تقدر تحط نغمة معينة ممكن تحط نغمة معينة من الجهاز فلما أحد يتصل عليك يظهر لك صوت معين لو لاحظت الآن الكاميرا عندي مقفلة أنا حاب طبعا هو يختار Automatic FaceTime HD اللي هي كاميرا الماك لكن أنت من عندك من الويندوز ممكن تتعطل معك ممكن تتعطل من هنا إذا ما تعطلت مالك إلا الإعدادات يعني إذا ظهرت إجباري لابد أنك تذهب إلى إعدادات ويندوز أو إعدادات ماك وتعطلها طبعا كيف الطريقة يا سيد خالد الآن صعب أن نشرحها كاملة في النظامين لكن لو دخلت اليوتيوب أكتب طريقة تعطيل الكاميرا في نظام ويندوز أو في نظام ماك أو في الآيفون واضح؟ أو في الآيفون لا الإعدادات هذه مو موجودة في تطبيق الجوال بعضها موجود يعني لكن الأغلب عن طريق جهاز الكمبيوتر وإذا ثبتتها من جهاز الكمبيوتر راح تجهز معك إن شاء الله في الجوال وفي الأماكن فنكتب في اليوتيوب مثلا طريقة تعطيل الكاميرا في تيمز ويندوز أو في تيمز ماك أو في تيمز آيفون وراح تجيك الطريقة كاملة ما هي الصلاحيات اللي انت حاب تعطيها التطبيقات اللي تشترك مع التيمز يعني مثلا أنا معطي الصلاحية للميكروفون والسبيكر إجباري لأن أبغى أتكلم أو أسمع الموقع شوفه أنا مقفل ما أبغى أحد يعرف ما الموقع أنا مثلا من اللي أنا أشتمع معهم فأنا أقفل اللوكيشن اللي هي الإشعارات أنا أقفلها يعني ما أبغى إذا قفلت البرنامج تجيني إشعارات اللي هو هذي اللي هي اللي هو برامج الإدخلات الصوتية أو برامج الميديا طبعا كيف كنت إذا حاب تسمح لا أو لا اللي هو الروابط الخارجية طبعا أنا أقفلها ودائما الروابط أحذر منها دائما حاول أن تكون حريص لأن الروابط تسبب إشكاليات كثير في البرامج هذي ممكن تسبب هاكار أو فيروس أو شيء فلما تقفلها خلاص بيكون عندك يعني قيود على موضوع الرابط طبعا مجموعة من البرامج زي ما أنتم شايفين الواجبات مثلا اللي هو النوتبوك والنوت هذي برامج أنا أعطيها صلاحية فأنت بإمكانك إنك تأخذ صلاحية على تأتي الصلاحية لتطبيقات معينة وتستخدمها مع التيمز طبعا الخيارة الثانية هذه ما تهم منك كثير نذهب للتيمز طبعا ما رح نشرح التقويم كامل بس بنشرح كيف نعد اجتماع مثلا أنا أبغى أسوي معاكم اجتماع مثلا الآن مثلا طبعا أنا لا يمكن أسوي معاكم اجتماع إلا إذا كان عندكم تيمز لكن بعطيكم بس الطريقة كيف الآن على ساس تعرفوا كيف تستخدموه مستخبلاً ممكن نضغط double click على الموعد حرجة مرة ثاني double click أنا حابة أسوي اجتماع الساعة خمسة ركزوا معايا لأن هذا الشرح مهم المحاضرات مسجلة المحاضرات مسجلة واضح ورح تنزل لكم في اليوتيوب وحتنشر في رابط التليقرام كل الأيام طيب بنرسله على التليقرام إن شاء الله طيب إذا نختار اجتماع على الساعة خمسة double click ونبدأ في تعبية على البيانات مثلا اجتماع متدربي مايكروسوفت اجتماع متدربي مايكروسوفت طيب حاضر حاضر في طلبات كثير بتحويل البرنامج إلى العربي في طلبات كثير لتحويل البرنامج بالعربي حاضر طبعا نختار اللغة من الإعدادات نختار العربية المملكة العربية السعودية طبعا بالنسبة لكيبورد عندي لازم إنجليزي لكن حتطلع اللغة الآن إن شاء الله باللغة العربية حنسوي save and restart احتمالا يقفل البرنامج ويقفل sharing الآن فننتظر شوي ننتظر شويات طيب الآن نشتغل البرنامج معنا لا لا عادي أبدا أبدا بالعكس أنها بشي أنكم تستفيدوني إن شاء الله من البرنامج في عندنا قناة التليجرام إن شاء الله متواصل فيها بإذن الله أزا وجل طيب مبسوطين الآن باللغة العربية نكبر شوي عشان تكون واضحة اللهم آمين وإياكم جميع إن شاء الله طيب طبعا نختار الساعة خمسة نختار أو مثلا الساعة ستة مثلا حابين نعمل اجتماع نكتب مثلا اجتماع متدربي مايكروسوفت إضافة الحضور المطلوب طبعا من هنا أما أن يكون أشخاص جاهزين عندك في المؤسسة أو أنك تضيف إيميلات إيميلات الأشخاص خط ميل أو تلوك المهم أنه إيميل تبع بمايكروسوفت يعني فرح تجي دعوة على الإيميل طبعا أنت بتحدد الإيميلات وبعد ذلك راح يكون في تاريخ للاجتماع ووقت تاريخ للبداية طبعا وتاريخ للنهاية وعدد الدقائق طبعا هو بيحسبها لك automatic لما أنت تحدد لما أنت تحدد الوقت فهو راح يحسبها لك automatic وتقدر تخليه مفتوح طوال اليوم شوف أنا لما سويت طوال اليوم خلاص ما حدد لي ساعة معين فبيكون اجتماع مفتوح طوال اليوم أي شخص يدخلي شاعي طبعا إضافة قناة هذا لو أنت انشأت قناة لو أنشأت قناة في التيمس بإمكانك إضافتها إضافة موقع إذا عندك رابط لمؤسستك لشركتك أو لمدرستك لأي شخص تمام حين الآن ما راح نقدر نسوي اجتماع لأنه ما راح يضبط معنا لنزوم شغال عرفت وفي نفس الوقت أنتم منتم في نفس المؤسسة اللي أنا فيه فحتى لو سويت لكم دعوة الآن في احتمال كبير أنه ما أحد يقدر يدخل إلى الأشخاص اللي معانا في المؤسسة اللي هي في التعليم طيب طبعا حنكتب تفاصيل الاجتماع بالتفصيل ونقدر نسوي التنسيق للخط وبعد ذلك راح نسوي حفظ للاجتماع طبعا أنا ما راح حفظ الاجتماع على أساس لا يجي تنبيه لأي شخص موجود عندي فمجرد أنك تحفظ الاجتماع هذه خانة الإضافة من هنا إضافة الحضور المطلوب إضافة الحضور المطلوب من خلالها تضع الإيميل الخاص بالشخص اللي حاب أن يشارك معك في الاجتماع بعدها تسوي حفظ أنا بسوي إغلاق طبعا تجاهل خلاص بينزل عندي الاجتماع هنا لما أدخل على الاجتماع بجني اللي هو الاجتماع الآن فأول ما أسوي اجتماع بيجيهم اتصال على أجهزتهم أو تنبيه زي الاتصال الهاتف راح يقبلون هذا الاتصال ويبدأ الاجتماع طيب واحد قال لك أنا مستعجل جدا أنا مستعجل جدا أنا مستعجل جدا وحاب أني أعمل اجتماع نقول له على طول روح على قائمة الاجتماع الآن تمام وبدأ اجتماع طبعا الاجتماع الآن ظهر في نافذة أخرى سوي تبديل حاول عشان اكتبه الشرح إن شاء الله طيب الآن اجتماع زي ما انتم شايفين هذه نافذة الاجتماع طبعا موقف تشغيل الكاميرا بإمكان أني أشغل من خلال الايقونة هذه لكن أنا في عندي سؤال بسيط جدا الكاميرا لما أشغلها ما تشتغل ليش لما أشغل الكاميرا الكاميرا ما تشتغل ليش نعم من الاعدادات أنا مقفلها من الاعدادات فلا يمكن تشتغل مني ما أعطيت وصول أصلا أنا للتيت واضح؟ أحسنتم أحسنتم أشكركم على التفاعل طيب تضمين صوت الكمبيوتر تضمين صوت الكمبيوتر بيخلي صوت الكمبيوتر يطلع مع صوتك يعني لو شغلت مقطع يوتيوب بيطلع صوت اليوتيوب وصوتك أنت أيضا مع الاجتماع صوت الغرفة اللي هو استخدام نظام الصوت الخاص بغرف الاجتماعات هذا خاص طبعا بنفس الاجتماع طبعا هذا باستخدام الصوت كتم الصوت يعني أي تنبيه يجيني أي صوت في الجهاز ما راح يشتغل معي في الاجتماع تمام؟ طبعا هو الآن ما في انضمام لأني أنا ما عينت صوت لكن لو سويت صوت الكمبيوتر سويت الانضمام الآن حيشتغل معي الاجتماع الآن هو أعطاني طلب أكسس للميكروفون أعطيه أنا ما عندي مشكلة في الميكروفون طبعا دعوة أشخاص للانضمام ممكن أسوي نسخ ارتباط الاجتماع والله أنا عندي مجموعة في التليقرام أبغطيهم رابط الاجتماع مثلا فأسوي لهم نسخ رابط الاجتماع وأرسلوا عليهم في التليقرام بإمكانهم يدخلون مثل حركة الزوم اليوم لما دخلتوا عن طريق الرابط إضافة مشاركين تضيف ناس بأسماءهم أو إيميلاتهم إذا كانوا موجودين عندك في المؤسسة طبعا زي ما انتم شايفين هذه صفحة الـ Teams عندي صفحة المشاركين من هنا أفتحها أفتح صفحة المشاركين من الإيقونة الموجودة أمامي عرفنا بيظهرون المشاركين وممكن أسوي دعوة للأشخاص من خلال هذا المربع لي موجود أمامي ممكن أسوي دعوة لي على الأشخاص من خلال المربع لي موجود أمامي طبعا فيه دردشة ممكن أبدأ عنا دردشة معينة والمشاركين يشاركوا معي في الدردشة مجموعة من الإيموجيز أو السمايلز ممكن أستخدمها من خلال الاجتماع الغرف الفرعية ما هي الغرف الفرعية؟ مثلا أنا الآن قلت لكم اجتماعنا أو دورتنا بتكون في الـ Teams ودخل معنا مثلا 400 أو 500 شخص وقلت لكم والله العدد كبير جدا وأنا حابة أقسمكم مجموعات وأبغى كل مجموعة تقوم بعمل معين فأستخدم الغرف الفرعية طبعا لو استخدمت تلقائيا بيقسمكم عشوائي تمام؟ بيقسمكم عشوائي لو استخدمت يدوي راح أقسمكم يدوين يعني راح أختاركم واحد واحد وقسمكم مجموعة طبعا لما أسوي إنشاء غرف خلاص مجرد أني أنا أسوي إنشاء غرف بيظهر لي مجموعة من الغرف طبعا ما أدري إنشاء هؤلاء نعم إنشاءها الآن خلاص أدخل على الغرف الآن راح أحصل مثلا إنشاءت ست غرف بيقسمكم على ست غرف عشر غرف بيقسمكم على عشر غرف الآن البرنامج بالعربي ما يحتاج ترجمة الآن البرنامج بالعربي ما يحتاج ترجمة طيب طبعا مزيد من الإجراءات إعدادات الجهاز بشرح بشكل سريع عشان الوقت طيب إعدادات الجهاز نفس الإعدادات الأول دخلنا عليها اللي هي مكبرات الصوت والسماعة واختبار الصوت وغيره لاحظنا لو فتحت المايك شوف بدأ يتحرك الأمبير عندي هنا لما أفتح المايك شوف كيف يشتغل عندي صار عندي زي التست طيب حالة المكالمة خيارات الاجتماع مهمة جدا لمين تسمح يدخل بإذن أو بدون إذن هل يدخل برقم سري أو بدون تريد السماح بالميكروفون للحضور أو أنك توقف تعطل الصلاحية فلا يمكن لأي شخص أنه يدخل على القاع ويتكلم إلا إذا أنا أذنت له طبعا السماح بالكاميرا ممكن تعطلها ما حد يقدر يشغل الكاميرا طبعا السماح بدردشة الاجتماع ممكن تشغل الدردشة أو تقفلها والسماح بالتفاعلات ممكن توقفها أو تشغلها أيضا نعم في خانات كثير مهمة جدا أنك تستخدمعها الأشخاص داخل مؤسستي من خارج المؤسسة أو الأشخاص في مؤسستي أو أنا فقط لو سويت أنا فقط وما أحد راح يقدر يدخل إلا أنا وأذن لكم بالدخول لكن لو سويت الجميع الكل راح يدخل من المؤسسة أو من خارج المؤسسة طبعا هنا الكاميرا وهذا المايك وهذه مشاركة الشاشة زي ما أنا مشارك الشاشة لو سويتنا مشاركة الشاشة راح يقول يختر الشاشة المراد استخدامها أو الوايت بورد اللي هو السبورة السبورة ذكية للشرح عليها نعم جدا سهل التيمز ما في أي صعوبة راح يكون عندك اللي هو مايكروسوفت وايت بورد اللي هو السبورة الذكية والسبورة البيضاء بإمكانك أنك أن تستخدمها وتشرح عليها بإذن الله تعالى ممكن تستعرض ملف من الواندرايف اللي هو السحابة اللي شرحناها شايفين الترابط شايفين الترابط بين السحابة وبين التيمز واستعراض جهاز الكمبيوتر إني أنا حط ملف وورد أو فوربوينت بدون مشارك نسوي استعراض وشارك ملف معين من الكمبيوتر طيب من هنا طبعا مغادرة الاجتماع لو سويت مغادرة كل اللي في الاجتماع راح يبقوا في الاجتماع حتى لو أنت طلعت فممكن يستمر الاجتماع فلذلك إذا جيت تغلق الاجتماعك توقف على السهم وتسوي إنهاء الاجتماع هذه مهمة جدا لأن بعضهم يسويوا مغادرة ويبقى مجموعة من الأشخاص في الاجتماع يسبب له ممكن مشكلة أو شيء فيسوي إنهاء للاجتماع يسوي إنهاء للاجتماع على أساس أنه خلاص الآن سيغلق الاجتماع تماما طبعا بعدين يجيك تقييم هنقفل النافذة طبعا تقفل الآن معانا تقفل معانا الاجتماع نرجع مرة أخرى في عندي سؤال هنا بس هنجاوب عليه هو المشكلة مو في الاتصال بالجوال لابد الاتصال بالإيميل ويقبل الاتصال إلا إذا كان في تحديث جديد الآن إذا كان في تحديث جديد فلا يقبل الاتصال نعم في مجال غير التعليم لابد من اشتراك إلا إذا بتستخدمه في المكالمات الله هذه شهادة اعتز فيها الله يحفظ شكر ومقدر لك تطبيقات في تطبيقات مجاني وفي تطبيقات مدفوع التيمز في الباقات المدفوع يا حبا ممكن يكون عندي قاعدة بيانات يعني ممكن يكون عندك مجموعة إيميلات وتضيفيها بضغطة زر يعني كوبي بيست أو عفوا نسخ لسق ويضافوا الجميع يعني بدون أنك تضيفيهم واحد واحد إذا ما اشتغلت معاك مشاركة الشاشة لابد تدخل من الإعدادات وتعطي صلاحية للتيمز بمشاركة الشاشة أنا والله ما عندي نظام مندز الآن ولا كان أنا شرحتها لك لكن أنا ممكن أزودك برابط في التليقرام لو تواصلت معايا يشرح لك كيف تفاعلها فأنت ترسلي على التليقرام وأنا راح أرسلك شرح لتفعيل مشاركة الشاشة لأنك إذا منعت من الويندوز مشاركة الشاشة فلا يمكن مشاركته وطبعا الآن بشرة لكل من يمتلك جوال أو آيباد الآن أصبح بإمكانك تشارك الشاشة بالصوت فممكن الآن يعني من نسبة المعلمين المعلمات تدرس طلابك من جوالك أو آيبادك